بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدس مئة معشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبركة فيكم سبق للمؤلف رحمه الله تعالى الحديث عن مشابهة الكفار عموما وفي أعيادهم خصوصا من وجوه والاستدلال على حرمتها من الكتاب والسنة والإجماع ثم قال بعد ذلك وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه أحدها أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه لكل أمة إن جعلنا من سكنهم ناسكوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين من التشبه بالكفار تشبه بهم في أعيادهم وهذا موضوع أفاض فيه الشيخ رحمه الله ولا يزال الكلام فيه واستطرد بذكر اللغات الأجنبية ثم عاد إلى الموضوع فقال وأما الاعتبار لأنه سبقا قال تحرم مشابهة الكفار في أعيادهم بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار الصحيح والاعتبار الصحيح يعني القياس القياس العقلي الاعتبار الصحيح يعني القياس العقلي فالعقل يقتضي يقتضي تحرم التشبه أو منع التشبه يقتضي منع التشبه بالكفار عموما الكفار عموما الكفار المعاصرين والكفار الجاهلية بجميع أصنافهم وأعيانهم ومن ذلك التشبه بالأعاجم في لغتهم وهذا أفاض فيه الشيخ وانتهى منه رحمه الله نعم قال وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه أحدها أن العياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج نعم إذا كان الله جل وعلا قال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أي أن لكل أمة ملة ودين وشريعة فهذا معناه اختصاص المسلمين بشريعتهم وأن لا يأخذوا شيئا من الشرائع السابقة إلا ما أقره هذا الدين ما جاء شرعنا بموافقته من الشرائع السابقة أخذنا به وإلا فإننا نقتصر على شرعنا ولا نأخذ شيئا من شرائعهم ومن ذلك الأعياد فإنها منسك الأعياد منسك من المناسك فالمشركون والكفار والأمم السابقة لهم أعيادهم والمسلمون لهم عيدهم فلا يأخذون عيد الكفار أو شيئا منه ويتركون عيدهم الإسلامي أو شيئا منه بل يقتصرون على عيدهم الذي أبدلهم الله به من أعياد من قبلهم من الأمم هذا العقل يقتضي هذا نعم إنه إذا جاء البديل فلا يأخذ بالمبدل فلا يأخذ بالمبدل نعم قال فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج لا فرق لأن العيد من المناسك فلا فرق بين مشاركتهم في العيد ومشاركتهم في بقية المناهج والمناسك لأننا إذا منعنا من مشاركتهم في المناسك والمناهج فإننا نمنع من مشاركتهم في العيد لأنه واحد منها قال فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعاب الكفر فمن وافقهم في العيد وأحيى عيدهم جميعا بما فيه من طقوسهم وعاداتهم وشركياتهم ووثنياتهم وأخلاقياتهم فإنه يكفر لأنه شابه الكفار مشابهة تامة ومن تشبه بقوم فهو منهم أما إذا أخذ جزئية من جزئيات عيدهم فإنه يأخذ شعبة من شعب الكفر قال بالأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر نعم الأعياد من أميز ما تتميز به الشرائع لأنها مظهر يظهر فيه أهل الملة ويعملون فيه أشياء خاصة دون غيره من الأيام فهي من أعظم شعائر الدين فلذلك عيد المسلمين شعيرة من شعائر دينهم فلا يجوز لهم أن يتركوه ويأخذوا شعيرة الكفار أو يأخذوا شيئا منها لأن الله قد أغناهم بحلاله عن حرامه نعم قال فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفري وأظهر شعائره نعم لأن العيد من أخص الملل ومن أخص ما يكون لأهل الملل من المظاهر فإذا شارك المسلمون الكفار في عيدهم فمعناه أنهم شاركوهم في شيء هو أخص شيء في ملتهم فيكون الإثم أشد لا يتساهل أحد من المسلمين يقول هذه أمور عادية وهذه مجاملات لا ليس الأمر كذلك لأن هذا دين وليس هو من العادات المباحة فقط وإنما هو دين يدان لله جل وعلا به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين عيد الفطر وعيد الأضحى الله جل وعلا هو الذي أبدلنا فكيف نعص الله ونأخذ البدل ونترك البديل الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى نعم حسن الله عليكم قال رحمه الله كما نأخذ المبدل منه ونترك البدل نعم قال ولا ريب أن الموافقة في هذا يعني في هذه الشعر الخاصة قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه نعم وأيضا هذا وجه آخر وهو أن الجزئية تجر إلى ما هو أكبر منها فإذا شاركناهم في عيدهم جر هذا إلى مشاركتهم في جميع أمور دينهم شيئا فشيئا نعم وأما مبدأها فأقل أحواله أن تكون معصية مبدأ المشاركة أقل أحوالها أن تكون معصية مع أن الخوف أن تكون كفرا قوله صلى الله عليه وسلم أن تشبه بقوم فهو منهم فيخشى أن يكون هذا كفرا والعياذ بالله فلا يتساهل في هذه الأمور ويقال هذا من تقارب الأديان أو من تقارب الحضارات أو ما أشبه ذلك فإن هذا أمر خطير المسلمون لهم العزة ولهم الرفعة إذا تمسكوا بدينهم وعندهم الكمال في دينهم اليوم أكملت لكم دينكم فليس بحاجة إلى أن يأخذوا من عادات الكفار وتقاليد الكفار وأن يتشبهوا بهم لأنهم الله جل وعلا يقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فالواجب أن المسلمين يترفعون بدينهم ويستغنون به ولا يتشبهون بأعدائهم نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وإلى هذا الاختصاص اختصاص الأعياد بأنه من أعظم شعائر الديانات أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا نعم هذا مثل الآية الكريمة لكل أمة جعلنا من سكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا مثل الآية تماما فنحن كما أننا لا نأخذ مناسك الكفار ونترك من سكن كذلك لا نأخذ عياد الكفار ونترك عيدنا قالوا هذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين وإنما الغرض بها مجرد التمييز أو التمييز بين مسلم والكافر وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعوني هو وأهله الزنار هو شد الوسط وكان يفعله النصارى وهو الخيط العريض الذي يشدون به أوساطهم للعبادة كما يزعمون فنحن نهينا عن لبس الزنار لأنه مظهر من مظاهر النصرانية فإذا كنا منهيين عن هذا عن هذه الجزئية فلأن ننهى عن العيد لأن العيد عيد الكفار من دينهم الزنار ليس من دينهم وإنما هو شيء وضعوه علامة فقط ومظهر وضعوه من عند أنفسهم فنحن لا نتشبه بهم فيه فإذا كنا ممنوعين من التشبه بهم في الزنار وهو ليس من الدين وإنما هو من المظاهر فكيف يجوز لنا التشبه بهم بما هو من الدين وهو العيد فإن العيد من الدين وهو منسك من المناسك نعم قال فأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو وأهله فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا ولعن دينهم لأنه كفر بالله وشرك بالله عز وجل فكيف نأخذ من هؤلاء القوم الملعونين ونأخذ من هذا الدين الملعون الكفري الشرك بالله عز وجل يجب يتنبه المسلمون لهذا الأمر نعم إن شاء الله إليكم قال رحمه الله وإن شئت أن تنظم هذا القياس تمثيليا قلت شريعة من شرائع الكفر أو شعيرة من شعائره فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه وإن كان هذا أبيا من القياس الجزئي نعم إذا أردت أن تنظم هذا على قواعد المنطق قواعد المنطق المكونة من المقدمات والنتائج فإنك تقول هذا شعيرة من شعائرهم أو دين من دينهم ونحن منهيون عن التشبه بشعائرهم وبدينهم نعم قال ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء وتخصيصه ليس من دين الإسلام بشيء بل كفر به نعم ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة يعني في العيادهم عيد الكفار نعم فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا كونه يوما مخصوصا ما هو بسببه أنه عاد فقط نعم يعتادونها وإنما سببه أنه يوم مخصوص فيكون من الدين حينئذ لا يجوز لنا مشابهتهم في هذا اليوم أو هذا المظهر نعم وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء لو كان كسائر الأيام مثل الأكل والشرب واللباس والمشي والركوب هذه أشياء عادية مشتركة بين الكفار والمسلمين لكن الكلام على الشيء الخاص بالكفار وإذا كان هذا من دينهم فالأمر أشد وإن كان من عاداتهم الخاصة بهم فهو أيضا منهيون عنه لكن ليس كأمر العيد وأمر الدين نعم قالوا تخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء نعم بل كفر به تخصيص عيدهم ليس من الإسلام في شيء لأن الله نهان عن التشبه بهم بل الواجب علينا أن نكفر به نكفر بدين الكفار وما عليه الكفار ومنه العيد بل أشده العيد نعم قال الوجه الثاني أي من وجه الاعتبار أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله إما محدث مبتدع وإما منسوخ وأحسن أحواله ولا حسن فيه ولا حسن فيه أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس نعم أن ما يفعلونه الاعتبار الوجه الثاني من وجوه الاعتبار أن ما يفعلونه معصية لله ومحدث معصية لله إما محدث مبتدع أو منسوخ إما أنهم ابتدعوه وهو مما حرفوا وغيروا في دينهم وهو كثير نعم وإما أنه صحيح في الأصل لكنه منسوخ بدين الإسلام فما بقي معهم شيء حينئذ إن كان محرفا فهو باطل من أصله نعم وإن كان منسوخا فقد انتهى العمل به ولا يجوز العمل بالمنسوخ وترك الناسخ مثل استقبال القبلة استقبال القبلة عبادة وكانت في الأول إلى بيت المقدس بأمر الله سبحانه وتعالى والصلاة إلى بيت المقدس في وقتها عبادة صحيحة شرعية لكن لما نسخت صار لا يجوز استقبال بيت المقدس وترك استقبال الكعبة المشرفة لأنه لا يجوز العمل بالمنسوخ بل يجب العمل بالناسخ ولهذا قال جل وعلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فلا شك أن ما هم عليه فهو من هذا القبيل إما أن أصله صحيح لكنه نسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ وإما أن يكون محرفا ومبدلا وموضوعا من عندهم وهذا باطل من أصله وما أكثر ما حرفوا وبدلوا وغيروا في شريعتهم نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله هذا إذا كان المفعول مما يتدين به وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة فهو تابع لذلك العيد الديني نعم ما يفعل فيه على أنه عبادة فهذا أشد أن نتجنبه وأن نبتعد عنه لأنه من دين المشركين والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليديني فهذه براءة واضحة ومفاصلة واضحة نعم أننا لا نأخذ شيئا من دينهم إلا ما جاء شرعنا بموافقته فيكون من ديننا وليس من دينهم أو أن ما يفعلونه أشياء مباحة من الأكل والشرب واللباس والمظاهر لكنها مخصصة بهذا اليوم لو كانت ماشي على العادة وعلى الإباحة الأصلية لا بس لكنها لما خصصت بهذا اليوم صارت تبعا له فنحن نتركها من أجل ذلك نعم قال كما أن ذلك تابع له في دين الله الإسلام نعم يعني ما يتبع من التوسع في العادات والطعام واللباس واللعب في عيد المسلمين يعني نعم نعم فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يخرج فيه إلى الصحراء ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يوم الفطر والنحر نعم فيكون لو أن أحدا من المسلمين خرج في غير يوم العيدين إلى الصحراء وصل وتزين وفعل ما يفعل بالعيد ماذا يقال فيه أنه مبتدع يقال فيه أنه مبتدع وعمله باطل نعم فكذلك إذا عمل وهشد أشد من هذا إذا عمل هذا في وقت عيد المشركين وعيد الكفار نعم قال أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتحج ويصنع لمن يفعل ذلك طعاما ونحو ذلك ولو وضعت شيئا بناء مشابها للكعبة المشرفة ونقال كله بناء وتعالوا طوفوا هنا وكله بناء ونعد لكم طعاما ونعد لكم طعاما كما يعد من الرفادة للحجاج وكله عبادة لله عبدوا الله هنا أو هناك نقول هذا باطل هذا شرع دين لم يأذن به الله ولا هناك بيت إلا البيت العتيق ليس هناك بيت على وجه الأرض إلا البيت العتيق الذي بوأه الله لإبراهيم عليه السلام وبناه وأمر الناس بحج أمر الله الناس بحجه إلى يوم القيامة والاعتمار إليه والصلاة إليه فكونه مثلا يضاهى البيت العتيق يجعل بيت آخر ويقال للناس نريد أن نريحكم والعبادة لله وكله واحد وهذا يشابه البيت هذا يشابه البيت فنقول هذا من أعظم الكفر ومن أعظم المحادة لله عز وجل هو وضع بيت غير بيته الشريف الذي وضعه للناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات قام إبراهيم ومن دخله كان آمن هذا خاص بالبيت بالبيت العتيق لا يمكن أن يضاهيه بيت على وجه الأرض ومن وضع بيتا يضاهي يضاهي الكعبة فإن هذا من أعظم الكفر والمحادة لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام ولهذا لما حاول أبره ملك الحبشة أن يصرف الناس إلى بيت بناه في أرضه الله جل وعلا ماذا صنع به أراد أن يهدم الكعبة ليصرف الناس إلى بيت بناه لهم الله ماذا صنع به أرسل عليه الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول ولما أراد القرامطة قبحهم الله بنوا بيتا عندهم وجاءوا وقتلوا المسلمين حول الكعبة في عرفة وأخذوا الحجر الأسود ووضعوه في بيتهم بقي عندهم عشرين سنة وأكثر ماذا صنع الله بهم قطع الله دابرهم ومحاهم عن آخرهم ومحا بيتهم الذي بنوه بيت الشرك والكهر محاه وأزاله وأصبح مزبلة وباقية الكعبة ولله الحمد ومن هنا قال بعض العلماء إن معنى تسميته البيت العتيق أن الله اعتقه من الجبابرة فلا أحد يريده بسوء إلا أخذه الله وقصمه بالعقوبة العاجلة وصار عبرة للمعتبرين الغرض أن العيد مثل هذا تقريبا فمن أراد أن يزين للمسلمين عيدا غير عيد الفطر وعيد الأضحى فإنه يريد أن يظاهي الله جل وعلا في تشريعه وفي حكمه وفي أمره فالمعنى واحد في هذا نعم كمن نصب لهم بيتهم يحجون نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله فلو كره المسلم ذلك لكن غير عاداته ذلك اليوم كما يغير أهل البدعة عادتهم في الأمور العادية وفي بعضها فلو كره المسلم ذلك لكن غير عاداته ذلك اليوم كما يغير أهل البدعة عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها بصنعة طعام وزينة ولباس وتوسيع في نفقة ونحو ذلك من غير أن يتعبد بتلك العادة المحدثة ألم يكون هذا من أقبح المنكرات نعم لو أن مسلما ما قصد التشبه بهم وكرهه وكرهه في قلبه وأبغضه لكن تظاهر بما يوافقهم في هذا اليوم تظاهر بما يوافقهم في هذا اليوم فصنع مثل ما يصنعون من الأطعمة واللباس وغير ذلك وهو يكره عيدهم ويقاطعهم لكنه عمل مثل عملهم ألم يكون هذا منكرا نعم يكون هذا من المنكر نعم قال هذا من أقبح المنكرات فكيف بالذي يفعل هذا محبة لهم أو مجاملة لهم أو مداهنة معهم ومصانعة فلا مصانعة ولا مداهنة في دين الله عز وجل الواجب على المسلمين أن يكونوا متمسكين بدينهم لا يتنازلون عن شيء منه ولا يأخذون شيئا من دين الكفار لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأوراق من التوراة يريها الرسول صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال ألم آتي بها نقية يا ابن الخطاب ألم آتي بها نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر أتوب إلى الله يا رسول الله وندم رضي الله عنه وقال إنما أردت أن تطلع فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن التوراة في الأصل كتاب الله عز وجل لكنها نسخت لكنها نسخت وانتهى العمل بها فكيف بالذي يريد أن يؤسس عملا يوافق عمل المشركين ويقول هذا من باب التقارب أو من باب المودة والمحبة معهم أو ما أشبه ذلك من الدعايات الباطلة فالواجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الأباطيل ويعلمون أن عدوهم أن عدوهم هو الذي يزيل لهم هذه الأشياء ويشجعهم عليها ويعيدهم بأنه سيفعل لهم ويكرمهم من باب الاستدراج لهم فليكونوا على حذر من عدوهم دائما وابدا نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ألم يكن هذا من أقبح المنكرات يعني لو عمل هذا العمل وهو يبغض دين المشركين ويبغض عيدهم لكنه ظهر بمظهرهم في هذا اليوم في يوم عيدهم يكون هذا منكرا نعم فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى اليهود مغضوب عليهم لأنهم لم يعملوا بعلمهم عصوا الله على فصيره والنصارى ظالون لأنهم يعملون على غير هدى وعلى غير علم وعلى غير دين صحيح فهم ظالون وكذلك كل من تشبه بالأمتين الغضبية والضالة فإنه يكون منهم ومن ذلك العيد من ذلك العيد فإنه تشبه بالمغضوب عليهم والضالين نعم قال نعم هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع والمنسوخ مستترين به والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ لا سر ولا علانية نعم المشركون على دين باطل لأنه إما محرف وإما منسوخ كما سبق لكن يقرون عليه بشرط أن يسروه نعم إذا عاهدوا المسلمين ودفعوا الجزية فإنهم يقرون على دينهم ويعملون به فيما بينهم ولا يظهرونه هذا هو الشرط عليهم من شروط عمر رضي الله عنه عليهم هذا الشرط لماذا لا يظهرونه لألا يتشبه بهم المسلمون المسلمون أو الجهال نعم من المسلمين لا سيما وأنهم يرون فيهم الحضارة والرقي كما يزعمون أو يريدون أن يجلبوا ودهم فيتشبهون بهم في هذا الأمر فكونهم يقرون عليه وهو باطل أو منسوخ ولكن بشرط أن لا يظهروه لألا يتشبه بهم من يراه من جهالة المسلمين فأما المسلم فإنه لا يجوز له ولا يقر أن يعمل بشرع منسوخ أو مغير هذا خاص بالكفار أما المسلم فلا يجوز له أن يعمل بشرع مغير أو منسوخ ومن ذلك العيد فإنه مغير ومنسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم إن الله أبدلكم نعم قال لا سرا ولا علانية وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد نعم شابهة الكفار على القاعدة العامة لا تجوز مثل مشابهة أهل البدع وأشد من مشابهة أهل البدع لأن أهل البدع قد يكونون من المسلمين ولكنهم بتدعوا هذه البدع فلا يشابهون بها يتشبه بهم أحد في البدع لكن الكفار ليسوا من المسلمين أصلا نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مع صاحب الفضيل الشيخ صالح أبن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا من تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وهذه في الختام تحية وهندس الصوت زميد عبدالله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته